بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنقول النتائج النهائية للانتخابات الشريعية الفرنسية التي اجرأت اليوم الأحد وقبل قليل إبتادة العملية الفرز وعطت بعض النتائج التقريبية فرغم أنه بزاف التفاصيل وبزاف الأحداث وربما بزاف المفاجآت ولكن في هذه الحلقة سنقول النتائج الأولية كنت تعرفوا بأنه انتخابات الأصدية وهو أنه في انتخابات البرلمانية الأوروبية السابقة كاليم المتطرف كان اكتزح يعني أنه حاز واحد نسبة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا السبب هذا ماكرون نضح حل البرلمان وحل البرلمان وضع انتخابات سابقة انتخابات السابقة أعطيت الفوز يعني في واحد الأغلبية متيراً امتباه ديال اليمين المتطرف ولكن احد الانتخابات هذا ما أعطيت شيء اللي عنده واحد الأغلبية مطلقة وحسب القانون الفرنسي فإن الأمر اقتصادي ديال واحد للدورة الثانية فالدورة الثانية اللي كيكون عنده أكبر اللي عنده الأغلبية المطلقة مباشرة كيتعين منه الحكومة رئيس الحكومة وإلى بقت الأمور حبكك يعني الرئيس عنده الاختيار يقدر ياخد من الحزب اللي عنده الأغلبية النسبية المفاجأ اللي كانت وهو أنه في الدورة اللولى كان تجم اليمين المتطرف وهو اللي حاز الرسماء اللولى من موراه اليسار التحلوب ديال اليسار ثم من موراه التجموع ديال ماكرون المفاجأة اللي وقعت اليوم وهو أنه اليمين المتطرف أهود رقم ثلاثة واللي طلع رقم واحد هو الجبهة ديال اليسار ثم في المرتبة الثانية المجموعة والتكتول ديال ماكرون هذه التحلوب ديال اليسار يقدر نهار الانتخابات الانتخابات ديال الدورة اللولى من اليمين المتطرف فاز وفرنسا كلها ترادات ودخلات وقاعدك شيء على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد العالمي فاللغة اللي هددال واحد التحلوب ديال اليسار هذه التحلوب جمع واحد مجموعة ديال الأحزاب كلها قد لك هذي هذين يوقفوا ضد هذا اليمين المتطرف وقفتها رجل واحد وباش الخطورة ما غادي شيء من خليه شيء يدي فرنسا ومن خليه شيء يخرب فرنسا ومن خليه شيء وهذا ما كان في الدورة الثانية تحلوب هذه المجموعة كاملة وكذلك في عدة دوائر الشرعية المرشحين يتنازلون بعضهم بشي قطعوا الطريق على اليمين المتطرف المهم المفاجأة اللي كانت اليوم وهو أنه في الرطبة اللولة اطلع التكتل ديال اليسار الموحد الجبهة الشعبية ديال اليسار ويسار الواسط الى غير ذلك الرطبة الثانية التكتل ديال ماكرون الرطبة الثالثة هي ديال اليمين المتطرف اليمين المتطرف كانت عنده واحد الليلة يعني سوداء وشفنا الكلام ديال داك بارضي الله كان واحد الكلام شوية مع الصب وشفنا الحزب بيده وقدروا عن البالاق طلب من الصحفيين اللي حضروا لأنه الأحزاب من بعد نهاية النتائج كيمشوف الصحفيين باش كي يشوفوا تصريحات لقاءات يعني الحزب هذا اليمين المتطرف عدد التجمع الوطني قدر بلغ للصحفيين نقول لهم بصابتير وبحالكم بعد ما نقولوا لكم سوف يطلع له الزعف ونحن نشوف هذا التجربة المتيرة في فرنسا ما هي الخلاصة اللي سنأخذوا منها كنت تعرفوا أولا بعد قبل قلت لكم اليمين المتطرف هو واحد الصانيعة متحكمون فيها وهذا الذي يدرد على الصعيد الأوروبي ماشي صلفاتا ولكن كي يطلع مباشرة ويدير واحدة التطورة في أوروبا ويتسلم مباشرة لمقاليد الحكم لا لا تكون الأمور وكنت قلت بأن من المنتظر بأن اللعبة التحالفات ستتقطع عليها الطريق وهذا الذي ذكرت بأن السيناريو كان يوقع في اسبانيا كان طلع اليمين المستطرف وبدأ يروان إلى غير ذلك ولكن اللعبة التحالفات ستتقطع وخلت هذا الذي يدبه الوزير وهذا Pedro Sanchez وكنت قلت بأن نفس السيناريو السيناريو ستكون في فرنسا أولا لأن الديمقراطية المثالية لا يحتاج أن نضخ ونقول أنه لا كل الأمور مصائبة كل الأمور مصائبة لا يتوهم ولكن في جميع الحالة الديمقراطية في الغربية فرق كبير ما بين الديمقراطية التي كانت في الآخر العالم ثم السيناريوات ستكون من بعد كأن لم يكن حالة المتطرف تصنع في واحد المرحلة كالتمر رعاية والتوجيه بإتقان واليمين لا يمكن أن ينقص واحد الدولة واحد النهار ويشد فيها الحكم لا يمكن أن الدول الأوروبية خصوصا دولة فرنسا المتحكمين المتحكمين في العالم والاقتصاد والخيرات ويستحيل أن يجعل واحد البلاد مثل فرنسا المتحكمين بطريقة المتطرفة أن يجعل الدولة ويقرر فيها الدول الكبيرة في أوروبا الغربية والمتحدة الأمريكية وكندا دائما يتم اختيارهم في نادي خاص نادي بيل دل بيرغ هذا نادي سري تأسس في 1952 ويجمع ما بين النص الأول هم العائلة أروتشلد والطرف الثاني العائلة روكفلر هي التي كانت في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وفيها يختم الزعماء من الدول الغربية تم وماكرون هذا رفيت له حضر هذا بيل دل بيرغ هذا تسمى على اسم أول مؤتمر نعاقد في مدينة صغيرة اسمه بيل دل بيرغ هولندية وبحضور ولي العهد هولندا وبقتل تسمية النادي بيل دل بيرغ على أول مكان هو فولندوق نعاقد عليه إذن كيف قلت لكم بأن التسيير الدول والقرار السياسي بالدول لا يمكن شيء يكون مسموح به لهذه الأهواء السياسية التي يدفع أنه يطلع مثلا يمين متعترف يجبدهاك أو يجبدهاك هذا لا يمكن وكل الأمور تدوز بإثقال إذن قلنا بأن السيناريو العامل الأول يتحقق بأن هذا يطلع ولكن ما يطلع شيء يطلع كاملا ولكن السيناريو تذهب دائما على فرنسا كلها تصب في الدائرة دين الغموض يعني الشعب الفرنسي اليوم فشفنا الحسي فعلته والفرح دياله في الساحات وفي الميادين وبأن هو تنفس السعاداء ولكن المؤسف أنه تنفس السعاداء لأنه تجنب خطرا يعني شعب كله يفرح لماذا؟ لأنه كحز يمين في حين أنه كان من المفسارات بالدول التي تكون في الطاريخ ذي السعود أنه فرح يكون من الذي يكون مثلا واحد الرئيس جاء أو واحد الحزب أو واحد التكتول يجب واحد الأعمال ويجب واحد الآمال اللي هي ستدفع بدك المجتمع بدك الدولة إلى الأمام ولكن نرى ونرى ونرى الناخبين يلا نرى الكمالة المتطرة ونرى الكمالة ونرى الفرنسيين تفسيرات المتطرة 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 جبت ونرى 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 رموز ونرى ونرى رموز يعود إلى الحقبة النازية ومن الأخطاء الكاريثية التي تسببت لهذه المتطرة في فرنسا أنه يقلب عليه النتائج الخطأ الكاريسي اللي كان قالو ذاك بارديلا ديالهم بارديلا ديالهم كان قالو بديبي انه اللي عندهم جوج ديال الجنسيات فرنسا رخصة تحيد لهم هاد القضية ديال المزدوجي الجنسية هي اللي ضربت اليمين المستطرر في مقصى العلاش لانها قضية مكتهمتي مثلا غير ذاك الطبقة الشعبية المسحوقة اللي نقوله مثلا غير المهاجرين او كده او كده ولكن لانها كتهم وحد الطبقة خاطيرة تغطي وحد الفراغ فضيع في الدولة الفرنسية الوزارة مثلا فرنسا و المسؤولين يتشكوا و يقولك عدد من المستشفيات بلاء طباء لانهم محتاجين دكشية من بره يقولون عدد المدارس بلاء معلمين محتاجين من بره يعني الدولة الفرنسية محتاجة لعدة كوادر وحد الفراغ يعمروه الناس ديال هاد مزدوجي الجنسية هذه كانت من الأمور لخلعات الشعب الفرنسي على كل حال نكملون التحليل ديالنا إذن قلنا بأنه السيناريوات المتروحة من المرهب النتائج يتعرفون بالسيناريوات الموجودين هذا ماكرون الرئيس يقدر انتخابات طلعوا له في البرلمان ثلاثة الكتلة الكتلة الأولى هي اليسار هي التي عندها الأغلبية الكتلة الثانية هو بيده الكتلة الثالثة هي اليمين المتطرف كما يمكن انتخابات تكون حاسمة من أحد الكتلة التي تكون عندها الأغلبية المطلقة هذا لا يمكن أن تكون الأغلبية المطلقة بالصرحة الأولية كل شيء مصنطح يعني اليمين المتطرف يقول لك لا أعطي شيء واحد أخر نعطيه بشيء يكمل اليسار الذي يودى الناتجة حتى هو أو الثاني شد في الكلامه الكتلة الماكرون هي مصنطح تقول لك أنا لا أعطيك حتى شيء واحد هذا التولاتي كل واحد معتز راسه ما هو الحال الذي سيكون؟ بقي ما معروفش الحاجة الثانية الممكن أنه يديرها الرئيس ماكرون هو سيعين من الأغلبية ولكن لا يعين من الأغلبية اليسار أولا بعد الملاحظين يلاحظون هذا اليسار يده لدى الأغلبية لم يفهمش هذا من جهة من جهة ثانية إلى عين الحكومة من عنده الحكومة من أحد اليسار ما ستكون عندها أغلبية المطلقة كتقدر يعين منها ماكرون حكومة تتم خدامها ولكن هذه ما ستكون عرضة للمشاكل خصوصا إلى تطرح الملتمس رقابة لأن هذه الحالة لأنه ماكرون يعين من اليسار ممكن رغم أنه ما عنده الأغلبية المطلقة ممكن أنها تعين حكومة لأنه فرنسا عندهم نظام رئاسي بشكل عندهم الرئيس رئيس الحكومة ورئيس الحكومة أخر في التكوين الحكومة يعني حالة غريبة تقدر حكومة أقلية ممكن تخدم في البرلمان قوانين من هنا كل نهار دوز قانون بشكل ما عادة إلى ناضلها مثلا في ملتمس رقابة من دون هذه الحالة ممكن أنه الأمر يستمر ولكن عود ثاني هذه الحكومة التوجهة ديالها بشكل ماشي هي التوجهة ديال ماكرون بمناء أنه سيبقى الغنانو الدخيس وبدل أن يختار لك في السياسة الفرنسية إلى حين على ذلك في الفيديوهات السابقة قلت لكم في جميع الحالات فرنسا مشريفة على الدخول في مرحلة الغموض في جميع الحالات كيف مدرتي لها ما عندك لها تشيحل يعني كل السيناريوات اللي متروحة حاليا كلها تقولك بأنه سندخله الغموض وأحسن السيناريوات يقولك بأنه فرنسا ستكون محكومة بجوزة الريوص ماكرون عنده الاتجاه دياله بشكل ولكن عود ثاني الحكومة ستكون عود ثاني الاستقرار السياسي وذلك الهدوء ما غدش يكون وهذه الحنارة رفيت لها فرنسا عاشتها قبل من الجمهورية الخامسة في العهد الجمهورية الرابعة كان عندهم دائما هذه المشكلة السياسة بصيفة عامة السياسة بصيفة عامة الأزمة اللي دخلت لها منذ أربما قالها شي خمسة ولستة اللي دخلت لها السياسة بصيفة عامة ما كتعطيشي واحد الحلول اللي هي حاسمة وانتخابز ما كتعطيشي واحد توجهت اللي هي حاسمة يعني أنه دائما كيكون الاختلاف والتشاردوم ودائما كيكون عدم التفاهم ودائما كتكون الموازين مضطربة ودائما كتكون الحكومات ضاعفة وهذه أراها أمور مخدومة يعني هذا وحد موضوع آخر علاش؟ بش كيبقى المتوح اللي كيتحكم الواعيد في موازين القوة في الدول الغربية هو اللي بيدو يلعب في الرأي العام هذا كل ممكن يده يمينا ويده شمالا إذا تلاحظوا مثلا انتخابة هذه الأزمة في الدول الغربية هذا 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 لا يوجد يملك الإعلام ويملك الاقتصاد هنا في هذه النقطة سنتحدث لكم عن ماكرون في هذه النقطة نتحدث لكم على ماكرون لكي تعرفوا ماكرون ماكرون الذي يصول على المرضودية ومثلا كرائزة الدولة كان الذي يحكم عنها فاشل ولكن الرؤساء التي يدارها في الدول الغربية يمكنك تحكم عنها مجموعة الرؤساء في الدول الغربية منهم ماكرون كتكون عنده وظائف علنية ووظائف خفية الوظائف العلنية هي ذلك التي يتعطى مع المجتمع ومع الرأي العام ونجعل لكم التعطية الصحية ونفعل لكم ونجد لكم الدرائب ونجعل هذه ونجعل هذه الوظائف العلنية الوظائف الخفية هي التي من أجلها هذا الرئيس والذي كرائسة كيدفعوه المتحكمين في الأحداث هنا في هذه الحلقة قلت لكم أنا ماكرون بلدلبرغ ماكرون هذا ماكرون ماكرون رأيتم مسألة المرضودة عن الشعب كل شيء يقولك فاشل وكل شيء يقولك بأنه الدفران صلى أزمة ولكن بنسبة الوظيفة الخفية الأصلية التي من أجلها طلعه ماكرون مصر 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 في المتحة في 2017 وحضر بلدلبرغ يقدم ماكرون ماكرون مصر حدد المتحة في 2014 لتحدث بلدلبرغ مصر ماكرون لقد أحدد ماكرون أنا بعد شخصيا في 2019 قبل عام ونصف كانت عندي أخبار وذلك تقول بأنه ابتداء من 2019 ستكون أحد الأزمة خطيرة باقي ما كان لها كورونا ولا هدي ولا هذي أنا بعد شخصيا كنت عارفة ماكرون في 2017 طلع على أساسها طلع على أساس أنه جاي أزمة اقتصادية خانقة والوظيفة التي تعطيت له هو حماية الرأس المال من الشركات التي تعمل في فرنسا وحماية الشركات الكبيرة وحماية الأثرياء الكبار من الضرائب ومن ضغط الضرائب هذا ماكرون ماكرون قام بالمهمة بنجاح كما كان يدابز مع الجليات مع المتقاعدين مع الصغير مع الكبير مع الطبقات الشعبية مع الفقراء مع كل شيء يتناطح ولكن ولا فكر نهار أنه يرفع من الضريب على الشركات أو لا يفرض مثلا ضرائب مهمة على الطراء ذلك الأثرياء الفاحشين ماكرون إذن هنا قد أشرح لكم باش ذلك الأفكار اللي هي غير هكوة مثلا بأنه عشان ماكرون حاليا ربما تلقى الضمر مرتاح لأن المهمة التي من أجلها جمع ودارها بنجاح أما مثلا يقولون أنه فاشل وما فعلته وما فعلته وهو أصلا لا أخرى نعطيكم مثال آخر مثلا مثلا أخنوش مثلا أخنوش مثلا أخنوش مثلا أخنوش مثلا أخنوش ولكن ستجدون وظيفة ضمن التي من أجلها ستجدون ناجح فيها ما هي الوظيفة الأصلية؟ نفس الشيء الذي يدار ماكرون لأن وجهة أزمة المسائل إلى غير ذلك أحمل الشركات بالضغط الضريب الذي كان على الشركة الكبيرة هزو وكبو على طبقات الشعبية الطبقة المتوسط الثاني زاد الثقل عليها وقبل منها الثاني 14 العام الثاني الثاني السياسات وكذا 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 هذه السياسات كونة مجموعة القطاعات ومجموعة الفئات التي استثمرت خطيرة مثلا الماء وكذا وداروا أرباح وداروا فلوس أو برج وزين وتقطعت بها من الأخبار إذن بالنسبة لهم هذا المهام التي يجعلها إذن وهذا يقول على هدرة فيسبوك إذن هذا يتعلمون مرة أخرى أن تأخذوا فكرة على الزعماء التي يحكموا العالم أو التي تحكموا على الحكومات لماذا تجدوا مصوق خارج التاريخ وضربها وعرصته وضامر مرتاح من هذا مع الشعب هو وراء رأسه خاوي من ذلك الشعب لأنه ليس إلى ذلك نجاب الرجوع لانتخابات في فرنسا ما يمكن أن يكون من بعد ما يمكن أن يكون الغموض الذي ستدخل في فرنسا الغموض الأزمة الاقتصادية طالتها لماذا؟ كان يقول أن هذا هو الذي سيحكم في فرنسا سيخرج ولكن يجعل أنه الإنسان لا يمكن أن يحلم الأمر الأول هو أنه المتشرد لا يفهم الذي يجمعهم هو العداوة من المتطرف وهذه المجموعة التي يجمعهم لعادة الشخص غالبا يخبرك الشخص الذي يدابزه مثلا في الطبيعة العام البشرية مثلا في حياتنا كنا نتعرض هذا حياتنا المهنية كنا نتعرض في حياتنا الظروف مثلا خمسة أو أساسة مجموعة مناسبة حياتنا مذكر ومعهم 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 ولكن إذا أردت وكملت الطريقة ومعهم ومعهم تضرب ومعهم ومعهم هذا هو المشكل الذي يمكن أن يكون أولا بعدها تحدث ومعه تحدث تحت الخوف هذا هو غير موحد الأمر الثاني وهو أنه الأزمة بقى زائدة في أوروبا واليامي المتطرف لا يمكن أن نقول بأن نقضينا عليه طالما لأسباب وبقى موجودة لكو كان مثلا المناخ العالمي رجع اللور وبأن كان بشائر الحرب تبرد في أوكرانيا وبأن المشكلة في شرق الأوسط في فلسطين أنه يتفك ممكن أن نقضي من المناخ ولكن نفس الأسباب التي خلت اليمين المتطرفين هي نفس التي خلت ومتاعش هي نفس الذي يقضي في فرنسا هو زلزال زلزال ولكن الخطر في الأمر أن هذا الزلزال الذي يزعزع بنادم كله بالنسبة لك فرنسا أتمث بأن فرنسا فارغة وهو زلزع وخلعها ولكن لماذا تعطي بادل لتخرج من هذا النافق لم يكن كانت حلول لم يكن البدائي بالإنقاذ الشعب الفرنسي لم يكن البدائي التي تنتهي لم يكن زلزع هذا الزلزال أبين بأن فرنسا هي فرنسا بقى الرئيس ماكرون يخدم الشركة الكبيرة بقى الساحة السياسية متشرة ما لم يفهم بقى الإطار القانوني الدستوري يدوم الضرب بقى الزجاج السياسي والخلافات هي التي تدوم الوقت وهذه الخلافات التي تدوم كثيرا ويكون عدم استقرار فالأرض الدستورية هذه رهن العلامات التي يضعوا في الدول والخطير في الأمر كيف قلت لكم أنا من يضرب هذا الزلزال يليمي المتطرف وما تخلقوش حدو الحلول حلول حقيقية إلى ما تخلقوش هذا إيدان بأنه طال الزمان أو الأقصر بأنه فرنسا ستكون أمان بالمسدود نتمنى لإخوان والأخوات يكونوا استفادوا من هذه الأفكار الأولية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته